السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم بإذن الله سأقدم معكم هذا الفطائر كيف تشوفوا معي فطائر ديدة جدا جدا بعجينة قطنية وبحشوة لديدة كتوجد في دقائق إن شاء الله يعني ما تاخدش منك وقت في المطبخ كيبقى فقط الوقت للطبخ في الفرن إذا تحضير ديالها كله سريع إن شاء الله سأتعجبكم أكيد طريقة خليكن مع أخير أنا كنوريهم ليكونه مسخان هل요 عانتم كتشوفوا كييئ ورطبين بالزاف ولداد زوينين إذا لمشوى إن شاء الله للمكونات وطريقة التحضير هنا كيف تشوفوا معي عندي القمح والدقيق الأبيض بكميات مت상ete استعملت تقريبا 300 جرام من القمح و300 جرام من دقيق الابيض عندي ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ممكن تديرو غير ملعقة صغيرة على حسب الجو وعندي ملعقة صغيرة من السكر الخاشين وشوية الملح حسب الضوق تقوموا بالعجن ديالهم بالماء الدافئ انا رحطيتهم في العجانة هوا ما تعجنوا اعجنتهم بالماء الدافئ واخطيت عليهم حتى الضعف الحجم ديالهم كيف كتشوفوا معايا تقريبا واحد نصف ساعة حتى الضعف الحجم ديالهم بهذا الشكل الان غادي نشوفوا الحشوة ما غا تكلفناش نهائيا حتى شوش دقائق كل ثلاثة عندنا شوية الكفتة البصل والقصبرو مع النوس كل شي مقطع غادي نضيفوا ليهم التوابل الملح حسب الضوق نضيفوا شوية الكوركم او الخرقوم كذلك الزنجبيل او السكنجبير ثم الفلفل الاسود القليل فقط لمن يحب الحار يمكن يضيف شوية الهريسة او الشطة واخر شي غادي نضيفوا واحد نصف ملعقة من زيت السيتون البابريكا او التحميرا ونصف ملعقة من زيت السيتون ونخلطوا جميع المقادير والمكونات اذا من بعد كان مر الان العجين الحشوة هيا صارت جاهزة كيف شفتوه في دقائق قليلة جدا العجين غادي نقومه بالتقسيم ديالها حسب الكويرات اللي بغينا صغار ولا اكبر اذا انا هاد العجين غادي نوجد منها حتى شوية الخبز المقلات يعني انا عندي كتيرة كي شفتو معايا غادي ندير استد الخبزات على شكل فطائر في الفرن والباقي غادي نديرو خبز او بطبوط مغربي في المقلات كي جي حتى هو رائع جدا وساهل كي تنفخ مزيان وكي جي زوين زوين بزاف اذا باش ما نطورش لكم الفيديو دائما ندير معاكم هاد خبز المقلات حتى في الفيديو السابق ديال البطبوط اللي معمر حتى هو كنت قسمت الجوج ووريتكم انه فاش كنكون هكدا غادي ندير ش حجم عمرة دائما نحاول كتر شوية العجين ونقسمها اذا هاتوا ما كنتشوفوا معايا غادي ناخد الان الكويرات ما كنتلقهمش بالزيت وانما كنتدير شوية دقيق باش في الاخير فاش كندير الحشوة كي تسدوه مزيان ما كي تحلوش لنا اذا كان نبسطو شوية العجين غي شوية ماشي بزاف كان حاولو نبسطوها من الجوانب اما الوسط نخليو شوية باش ما يتقبش لنا من اللي نديرو في الحشوة وكان عمرو كان نسدو بهات الشكل كتشوفوا معايا فيها يتسدت مزيان وكان قلبوها على الجهة الاستينة منها كان نسمرو هاكدا نكملو كل العجين اللي بغينا نعمروه اذا بنسبة الحشوة كان كتر شوية باش كتجي لديدة وكتجي واصلة لكل جوانب هانتو ما كتشوفوا معايا كان بسط الجوانب اكتر اذا الحشوة ما كان ديرش غي شوية في الوسط وانما كان ديرها في العجين كيبقى غي شوية جوانب وكان ستسمر هاكدا حتى كنكمل كل هالحشوة اللي عندي اذا الحشوة هنا عمرتلي تقريبا ستد الفطائر والباقي كيبقوت لكم قدرتو خبز المقلات رائع زوين وعجينة ديالو زوينة كيجي من فوخ ومحلول من الداخل يعني هاد المقادير اللي لقيتكم ديال العجين صلاح لكم حتى باش تبقوا توجدوا بيها البطبوط اخليو يخمر مزيان كيجي زوين بزاف اذا كان السمر هاكدا كيبكتشوفوا معايا كان حل بسجوج بالتلاتة وكان عمرهم مرة واحدة باش ما كان تعطلش وهكدا كانسد من بعد ما كانكمل كان ناخد واحد صفيحة فورن كاندهنها بالقليل من الزيت خي واحد رشيشة الزيت واحد القطرات من الزيت كاندهن بهم وكانناخد العجين ديالي كانرتبها هكدا في صينية الفورن من بعد كنا بد من بعد كنناخد achieved صفار بيضة كان نضيف لي واحد القاطرات من الحليب ولا من الخل اللي متوفر عندكم وكان دهن الوجه ديال هاد الفطائر كيجوا رائعين غير لا سبعتوا معي ان شاء الله الطريقة اكيد النتيجة غتعجبكم بزاف صافين بعد ما كان دهن الوجه كان حاولنا نزينهم بالخطوط كيف ما بغيت يعني ديروهم باي شكل بغيته انا غدي نوع معكم شوية باش شوفوا اللي عجباتكم في الاخير من بعد ما طيب هي اللي تديرو اما ديروهم هكذا بالطول ولا بالعرض ولا متوازين ولا بشكل بغيتو وفي هاد الاتناء راني مشا على الفرن الفرن تقريبا درتو عشرة دقيق ولا ربع ساعة كي سخون كي سخون مزيان في الوقت اللي انا كانوا جد كندخلهم لي هو سخون يعني ما كيشتش لي وقت كتير في الطياب من بعد ما كيسخون كان نقش درجة الحرارة كان نخليها تقريبا واحد 180 درجة وكندخل فطائر ديالي ها ومن بعد ما كيوجدو كيجيوا رائعين رائعين العاجين ديرهم قطنية وزوينة بزاف وحتى الحوشوة ديدة وسريعة وصحية كيشتو معايا الباصل والقصبر مع الدنوس اللحم مفروم كلها مكوينة زوينة ومفيدة وساهلة وسريعة كيشتو ها وشك النهائي ديالهم كيجيوا شهوة منهم زوينين والداد وسريعين كيشتو معايا يعني كل شي ممكن يوجدوهم احتى المبتدئات اللي ما كيعرفوش بزاف المطبخ يلا تبعو اكيد هاد الطريقة ان شاء الله غيجيهم بنفس الشكل اللي خرجوا لي انا هاوما الاشكال اللي درت في التقطيع كتشوفوا الاختلاف بيناتهم كل واحدة وكيف جات هادي احبتي يا فطائر اليوم اتمنى تكون عجباتكم طريقتي ولا عجباتكم ما تنسوش كيف العادة الشراك بالقناة والاعجاب واخليسكم في امان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة